شاركت أكثر من 300 شركة في النسخة الخامسة من معرضي صنع في قطر والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الصناعات المحلية على المنافسة وتزويد السوق المحلي باحتياجاته وقد تزايدت أهمية المعرض هذا العام نظرا لفرض الحصار على قطر وتوقف استيراد البضائع التي كانت تأتي من دول مجاورة ليس أمرا عاديا أن يفتتح أمير قطر معرضا للصناعات المحلية هذا يعني أن الصناعة باتت تحتل أهمية قصوى لدى صانع القرار مذفرض الحصار على قطر والحدث لا يتوقف عن سبل دعم الصناعة النسخة الخامسة من معرض صنع في قطر هي الأهم ليس فقط بحجم مشاركات زاد عن 300 شركة بل بدعم منقطع نظير من الجهات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الأزمة التي صارت اتضح دور القطاع الخاص وشركات صغيرة متوسطة ولعبت دور كبير في التغلب على نتائج هذا الحصار نحن شفنا شركات صارت تعمل اكسبنشن تعمل توسعة في انتاجها تطور منتجاتها وطبعا نحن كبنك ندعم هذه الشركات أطلقنا تقريبا من خلال الأزمة بعد الأزمة أطلقنا ثلاث معارض اشترى المنتج القطري والهدف كان منها نستبدل المنتجات التي تم استيرادها من دول الحصار بمنتجات محلية خلال الأشهر الماضية سعت المصانع المحلية إلى مضاعفة انتاجها حسن العمادي صاحب معمل للنسيج والألبسة الجاهزة استخدم ماكينات جديدة وأقام خطوط انتاج متنوعة ليزيد حصته من سوق الملابس الجاهزة يقول إن منتجه منافس في السعر والجودة ويحظى بطلب متزايد جاءنا طلب كثير على موضوع اليونفورم لأن أغلب الشركات كانت تتعامل مع دول الحصار تستورد اليونفورم جاهز حسب المقاصات ففضل من الله وصار اصرار من الشركات المحلية أنها تتعامل مع موردين في قطر عشان الامداد وما ينقطع عليهم اليونفورم أو الملابس خلال أربعة أيام سيتاح أمام المشاركين من مصنعين وموردين وتجار فرصة للتعرف على الصناعات القائمة واستكشاف أفق تطوير الصناعات المحلية دفع حصار قطر بالمنتج المحلي إلى الصدارة وذلل الكثير من العقبات أمامه وتتطلع الحكومة إلى شراكة مع القطاع الخاص للنهوض بالصناعات المحلية وتلبية احتياجات السوق المتنوعة سلمان النجار التلفزيون العربي الدوحة